هذه أبرز العناوين بسبب وحيد خلالوزيتش مجلة هولندية تطالب فوز القجع بهذا القرار القجع يحسم ملف خلالوزيتش وزياش بعد انتخابه رئيسا لولاية تانية محسين متولي ينتظر قرار المدرب الجديد وقرار إدارة نادي الرجاء الرياضية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بسبب وحيد خلالوزيتش مجلة هولندية تطالب فوز القجع بهذا القرار طالب محلل صحيفة فوسبول انترنسيونال الهولندية من الجامعات المالكية المغربية لكرة القدام إقالة مدرب المنتخب المغربي وحيد خلالوزيتش وظهر شرط فيديو يعود لأسابع الماضية يؤكد فيها محلل الصحفية الشهيرة إلى إقالة عاجلة لمدرب المنتخب المغربي ووضح الصحفية الهولندي في خرجتها أن وحيد خلالوزيتش يلعب بخطط لا يفهمها إلا هو ولا يمكن لأي لاعب أن يستوعبها وكشفت الصحيفة ذاته أن وحيد يستدعي لاعبين من مستوى عادين وصفين الساميماي باللاعب العادي وزد المحلل الهولندي قائلا وحيد خلالوزيتش مدرب مجهول لا يعرف ماذا يفعل ويجب إقالته في أقرب وقت وأضف المنتخب المغربي تأهل إلى نهائية كأس العالم قطر 2022 بسبب جمهوره العريض والكبير وختم قائلا يجب تعيين مدرب كبير يقدر اللاعبين الكبار الذين يلعبون في أعلى مستوى أكيد يجب عليهم إقالته في أقرب وقت القجع يحسم ملف خلالوزيتش والزياش بعد انتخابه رئيسا لولاية ثانية شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المغربي لكرة القدم في مركز محمد السادس بمدينة سلاء اليوم والجمعة انتخاب فوز القجع رئيسا للاتحاد المحلي لولاية ثالثة بحضور معظم رؤساء أندية الدولة المغربية في درجتيها الأولى والثانية وتقدم فوز القجع كمرشح وحيد لرئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم ليجري اختياره كمسؤول أول عن قطاع كرة القدم في البلاد مجددا ويواصل صاحب الواحد والخمس عاما والذي استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات يواصل عمله رئيسا للاتحاد المغربي لكرة القدم وخلال كلمته أمام الحاضرين في الجمعية العمومية أكد فوز القجع أنه سيحسم مستقبل وحيد خلال الزيتش المدير الفني لأصود الأطلس وذلك في خدم الجدل القائم حول السمرار ربان البوسني مع منتخب المغرب أو عدمها وقال فوز القجع أتابع كل التفاصيل المرتبطة بالمنتخب المغربي أريد أن أطمئن الجماهير المغربية بأننا سنقدم مستوى جيد في نهائية كأس العالم القادم في قطار سنتخذ القرارة الفنية المتعلقة بالمنتخب الأول في وقتها وفي القريب العجل ورجح بشكل قوي خلال اجتماعي الجمعية العمومية بين العديد من رؤساء أندية الكرة القدمة المغربية إمكانية رحيل المدير بالبوسني وحيد خلال الزيتش مقابل عودة حكيم زياش نجم نادي تشيس الإنجليزي إلى عارين منتخب الأصود ورغم أن فوز القجاع لم يذكر ذلك بشكل مباشر إلا أن مقرب من رئيس الاتحاد المغربي أكد حسب موقع العرب الجديد أن حكيم زياش سيتواجد في نهائية كأس العالم القادم وسيجري طيو صفحة الخلاف معه بعودته لصفوف المنتخب المغربي واعتبر المقرب من رئيس الاتحاد المغربي أن فوز القجاع لا يرغب نهائيا في إطارة المشاكل عبر الإعلان عن عودة حكيم زياش إلى صفوف المنتخب الأصود الأطلس قبل حسم مستقبل المدرب البوسني وحيد خلال الزاتش بشكل نهائي والذي سيكون قبل الثلاث من الشهر الجاري محسين متولي ينتظر قرار المدرب الجديد للراجاء وإدارة النادي تتجه إدارة نادي راجاء الرياضي إلى الحسم في ملف التجديد مع عميد الفريق محسين متولي الذي ينتهي عقده بنهاية العام الحالي حيث تشير التكهنات بأن الإدارة الحالية غير متحمسة بالتجديد مع العميد وينتعقد متولي مع نادي راجاء الرياضي بنهاية الموسم الرياضي الجارية علما أن إدارة الفريق لا تنوي تجديده في الوقت الراهن حيث ينتظر العميد متولي بترقب كبير اسم المدرب القادم للفريق للإبقاء عليه ولو لموسم واحد بعد علمه بعدم رغبة الإدارة الحالية في تجديد عقده وينتظر متولي حسم هوية القائد القادم للعارضة الفنية للخضر من أجل حسم مستقبل سواء بمغادرة النادي أو الاحتزال في ظل عدم تلقيه لأي عرض إلى حدود الساعة وكانت فئة واسعة من جماهر الدراجة الرياضية قد طالبت في وقت سابق بعدم تجديد عقد اللاعب المذكور خاصة أن منحة توقعه السنوية تعتبر الأغلى في صفوف الفريق وفي الدوري إضافة إلى تقدمه في السن مدرب المنتخب التونسي وبرتغالي وبرازيلي من بين أبرز المرشحين لتدريب الرجاء توصل عزيز البدراوي رئيس فريق رجاء الرياضي بسيار تهم معددا كبير من المدربين الأجانب من أجل دراستها لاختيار إحد المدربين لخلافة رشيد التوصي في تدريب الفريق الأخضر ووضحت مصادر رجوية أن من بين السيار التي توصل بها البدراوية هناك سيرة موندر الكبير المدرب السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم والبرتغالي جورج كوستا المدرب السابق لفريق صفاق ستونسي إلى جانب البرازيلي ماركوس باكيتا ويدرس البدراوي رفقة اللجنة التقنية للفريق الأخضر سير المدربين لاختيار أفضلهم للإشراف على تدريب الفريق في الموسم الرياضي المقبل ووضع رئيس رجاوي رفقة اللجنة التقنية معاير اختيار المدرب الجديد لنصر الخضر إذ يجب أن يتوفر على تجربة في القارة الأفريقية أو العالم العربية إلى جانب ضرورة تقارب أسلوب لعبه مع نهج فريق الرجاءة وطريقة اللاعب التي يمتاز بها النصر وبدأ البدراوي رحلة البحث عن مدرب جديد لرجاءة أياما بعد تقلده منصب رئيس الفريق بعد أن قرر تخلي عن خدمة راشد التوسع قبل هزيمة الأخيرة للخضر أمام أولمبيك أسفية حمد الله يسجل هدفا ويشتبك مع زميله في الدورة السعودية سهم عبد رزاق حمد الله في قيادة اتحاد جدلي الفوز على مضيفها الاتفاق بثلاث أهدف لواحد مساء الخميس ضمن الجولة التاسع والعشر من الدورة السعودية ووضع حمد الله بصمته على أهدف فريقها بعدما سجل الهدف الثالث في الضقيق التاسع والثمانون ليرفع بذلك حصيلته التهدي في هذا الموسم إلى ستة عشر هدفا كما اشتبك حمد الله مع زميل عمر هساوي أثناء المباراة نجم الأصود يخطف الأنظار بمقر الرجاء قام الدولي والمغربي زكري أبو خلال أمس التولتاء بزيارة لمقر تدريبات الفريق الأخضار بمركز التكوين الوازيس بالدار البيضاء والتقط لعب مركز التكوين داخل مقر تدريبات الفريق بالوازيس إلى جانب الحارس أنسزنيتية صورا مع نجم الأصود الذي استغل تواجده بالمغرب من خلال عطلة نهاية الموسم الكروة المنتهية لزيارة مقر رجاء رياضية ولقيت صورة بعض لعب الرجاء مع زكري أبو خلال تفاعلا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي ويبلغ أبو خلال من العمر 22 عاما ويحمل قميص فريق أزاد الكمار الهولندي هذه أبرز العناوين بسبب وحيد خلالوزيتش مجلة هولندي تطالب فوز القجع بهذا القرار القجع يحسم ملف خلالوزيتش وزياش بعد انتخابه رئيسا لولاية تانية محسن متولي ينتظر قرار المدرب الجديد وقرار إدارة نادي الرجاء الرياضية اشتركوا في القناة